نصب مؤخرا المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية محمد أبالي صلاح نصب مسؤول الوكالة بإقليمي حجر لميس وشاريبا جربي المناسبة كانت بحضور المندوب الإقليمي للتنمية الريفية وبعض من ممثلي التجمعات الزراعية محمد حسن أدم التفاصيل جاءت هذه المناسبة بهدف تنصيب مسؤول الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير بإقليمي حجر لميس وشاريبا جربي محمد صالح حسن تيراب من قبل المدير العام للوكالة محمد أبالي صلاح حيث استهلت المناسبة بكلمة الممثل السابق للهيئة الوطنية للتنمية الريفية واندير ومسؤول البرنامج الوطني للأمن الغزائي البينيسا اللذان قدم حصيلة شاملة لفترة عملهما بالإقليم والتي تمثلت في تدريب ودعم المنتجين الزراعيين وتزويدهم بالعتاد الفلاحي والبزور المحسنة فضلا عن الحراس بالجرارات المدير العام للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير محمد أبالي صلاح في كلمته التنصيبية أكد بأن بادرة تأدمج الهيئات المعانية بتنمية العالم الريفي تدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى الإصلاح الشامل للأجهزة الإدارية ومؤسسات الدولة أنا دار كريده عشان كيف ناس البرودكتير يلقوا فورماشيون أديل عن كدر ما أديل وفي دار أنا رسميا انستالي شيف دانتين هنا أنا دار هنا رجوع هنا هنا هجر لميس وشاريبا جرمي مسؤول الوكالة الوطنية لتنمية العالم الريفي بإقليم هجر لميس وشاريبا جرمي محمد صالح سنتراب شكر السلطات العليا في البلاد على سق التي أولوه إياه مضيفا بأنه سيعمل ما بأسئه من عجل بلوغ الأهداف المنشودة هذا وكما أقدت تأبئسة وكالة أنا دير لقاء عمل مع الإداريين والمنتجين الزراعيين وذلك بحضور حاكم الإقليم علي آدم أبد الله ودار اللقاء حول تنصيق العمل من أجل تفئيل دور هذه الوكالة الفتية